تحية خالصة ليكم مرحبا بكم لقاءنا متواصل ومستمر وغمشوا مباشرة ورحبوا بالأستد محمد أحليمي أخي الصائف التغذية صباح صحة والسلام أستد ومرحبا بك شكرا لك حتيسك هنا تحية لك وتحية الفريق العمل وتحية المستمعين الكرام وصباح صحة والسلام من جميع إن شاء الله أحوال طيبة على خير بارك الله فيك شكرا الله يطول لعمرك اليوم حديثنا غيكون على السيام والدور اللي كيلعبوه فإننا ننصحوا الماداقات دينا الماداقات دينا مو شوها نوعا ما مبقيناش كان عارفون نتضوقوا بطريقة صحة لأنه هنا كان أكلوا بزاف جال الحوج اللي ماشي في بلات توم وشي اللي ربما شهر رمضان كان استغلوه باش نصحوا الضوق دينا لأن الفهم دينا كيكون صايم بحلمي كيبا كون شو شريو العطر وكتكون كتخسار في الروايح وكيقول لك شم في القواعد شم الريحة باش تدير ديك لا ديفرانس جال ديال الروايح فنفسها في الدوق ربما تماما تماما أختي السكينة وفي تفلات ديكوستاسيون دائما كي تستعمل الماء وغنوطها لها داك الماداق نعم سدر فعلا نختي السكينة احنا دبا دخلنا تقريبا سالة تولت الأول ديال رمضان ونا قلتها المستمعين كمرا رمضان غيجيب دغيا غيمشي يعني را بجاد دبا عشرة أيام ان شاء الله أتمنى ان شاء الله تكون في الخير وفي الصحة وفي كل نواحي ان شاء الله بيد الله متعة الأكل هو حق مشروع لكل إنسان هذي ما فيهاش نقاش ومختصين في التغذية كاملين يعني عارفين هذا المسألة هذي وحنا هنا باش فقط نضبطوا هذي المتعة هذي باشي باش نحيدوا الناس الأكل باشي باش نعطيوا الرجيمات باشي باش نكون نحرمان متعة الأكل هي حق مشروع لكن القاعدة هي أن للمتعة دوابط باش ما تتحولش هذي المتعة المتاعب المداق شي جميل والإحساس به أجمل وهي نعمة أعطاهنا الله سبحانه وتعالى للإنسان من أجل المتعة من أجل لدة الطعام مسألة بيولوجية هو أن المداق بزرد الناس يعتقدوا أن المداق هو فقط لسان المداق كان الدوق الدوق حاجة أخرى الدوق هي قراءاتك الأمور المداق اللي بغيتم استمعين عرفه 30% كان في اللسان و70% كان في الأنف لديك شي لاش منك يكون الإنسان مروح وكيبقاش يحسب المداق ديالك وبالتالي 70% كان في اللسان و30% كان في الأنف فالمداق شنا هو هو عبارة عن قراءة قراءة للدماغ ديالنا الجهاز العصبي ديالنا لأي حاجة كتقيس مستقبلات حسية ديال المداق كي تسمى دي طبي جوستاتي كينين على مستوى اللسان وكيقراها الدماغ من خلال المعلومات اللي كونها من الصغر دياله يعني من الصغر دياله أي واحد فينا نهارك لتي تفاحة لأب ديالك ولأم ديالك قال لك هادي تفاحة وليوم تاكلها وكتعرفها تفاحة بالشكل ديالها باللون ديالها بالمداق ديالها دماغك أربط بين هادك المداق واسم تفاحة اشياش يشديناشي واحد واسدينالو عينو عطينا هيكل تفاحة غاياكلها يقول لك هادي تفاحة وبالتالي هاكك يتربى المداق كل بساطة الغداء عندو سكونا بيلا كاليتة اوغغانوليبتك فقط للإشارة أن المداق مكينش واحد مكينش جوج مكينش ثلاثة مكينش فقط غير المداق الحلو والمالح والمر والحامض والحار لا كي المداقات لا تنتهي هلاش إن كل غداء تركيبة ديالو كتعطيه مداق لس ديس يعينو كو عطاوك تفاحة عطاوك تفاحة عطاوك تمرة غتعرفها تمرة وبالتالي هادك المداق ديال تمرة مكيتعوج هادك المداق ديال برتقال مكيتعوج هادك المداق ديال النعناع مكيتعوج وبالتالي كل غداء اللي لو فيه مداق فالدماغ ديالنا كيكون وخلال تعرض الإنسان للعديد من الأغذية خلال مصار الحياة دياله يعني كلها الجسم كيكون واحد الموسوعة غنية من المداقات هي ربط بين ذاك الشكل ديال ذاك الغذاء والإسم دياله والمداق دياله وكيولي ذاك ساعة شدينا مثلا الناس كبارين يعني مياد الناس عطيناهم تفاحة ويدوقوها غي يقولك هذه تفاحة كي تكون ذاك الموسوعة بين الصورة والشكل والمداق المداق قلت أنا هو قراءة للدماغ لما يلمس المستقبلات ديال المداق على مستوى الليسان لأن الليسان عدنا فيه يسمى القليل قصر المداقات كين أماكن كنحسو فيها بالمداق الحامض كين أماكن كنحسو بها بالمداق المالح كين أماكن كنحسو فيها بالمداق المر المداق الحار المداق الحلو وكين ما بينهما تأخذ الغذاء هذا الشيء لاش البند الغذاء والمتعد الغذاء خاص هاد العناصر اللي كينا في الغداء التضحن هيلمستيكسيون يكاشدو الغداء كان مضغوه علش كان مذكر أن المتعرك التسليمي كان صرتو الغداء سكيف في أنا إلا بغيت نستمتع بالغداء أكتر نخليه في الفم ديالي أكتر وبالتالي كل ما دار في الفم ديالي كل ما قاس المنطقة اللي كاتحس بالمالح كل ما قاس المنطقة اللي كاتحس بالحلو المر الحاميد الحار وكي يولي يخرج هذا كل ما داخل اشتاد فقا شي واحد من يكيدير لالدهجوستasyon كي دقا كي سدعينو كي بقا يدي يقول لك هاد الغداء هادا إما مثلا البخوم يقول اللاغيار قول كي يمزاف ديال الأمور كي يندي سبيسياليست في العالم ما نغزمو كي يمشيو بعض لفليار من هالعديد من الخومور وليعديد من دي ما يكي يندي سبيسياليست في العالم خاصين بلالدهجوستasyon مع محدودية الأكل وغياب الرضاعة الطبيعية بالخصوص فلعديد من الناس عندهم أثر في المضاقات ما نغزمو كي يلي كيعرف عن المضاق الحلو والمالح إذا ما اختش الحلو والمالح ولا الحلو والمالح هاي يقول لك هاد الماكلة هادية ما منهاش وما تعجبوش تماما فالمضافات الغدائية والمحسنات المضاق مثلا مثلا من دمي كتاخد ليمونة ليمونة من عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال أفا من يخلقه كمن لا يخلق حطفيا سيدربي مكونات كتعطيك مضاق جي من عند الله سيدربي اللي حطف داك الغداء باش يمتعك حق دمي كتاخد حلوة شنو فيها في هالي الملوين الغوش كوشني الـ 120 الجيلاتين دياليو بور 441 المونوسوديون بعد المرة هاد الغداء كيكون من عندو مضاق كيتطروا يزيدو له محسنات المضاق أنا كنسميها مخربات المضاق مثلا المونوسوديون غلوطامات المونوسوديون غلوطامات را كتزيدو على الأغدية بين قوسين كتمن لبنينا علاش؟ هي تخدع الدماغ لإنسان دماغه ميكي يطلع لهذا المستوى كيبقى ميكي ياخد الليمونة كجيه فاد إن علاش؟ لأن المصنعات والمضافات الغدائية يجعل الجسم هاد شي كامل هادا لا يحس أنه مكيحش باللدة إلا عند أخذه هاد المواد وهاد الجسم هادا يصبح لا يحقق المتعة إلا بهاد النوع من الغداء هادا يسمى بتلوث السيالة العصبية وتلوث الشعرات الدموية واقتصار المضاق على المصنعات على الحلو على المالح حتى المحليك يقوم بهذا المسألة هادية هادا ما كيف للناس لا يستسغون ذاك المضاق الحامض مثلا ديال الخميرة بلدية أو ديالهاتي هاد الجميل فاد شي كامل وأن المضاق يربى كالربية المضاق يتم ترويضه ماذا يفعل الصيام هذا من أجمل وأرواع ما كاين في الصيام أنا أقول لكم أنا الصيام بحر الصيام مؤسسة الصيام أكاديمية الصيام جامعة فالجميل أن إنسان لما يصوم المضاق يتم إعادة الترويض دياله إعادة البرمجيات ديال المضاق تبدأ بالصيام مثلا مغير رمضان في واحد ديال مثلا أنا بغيت نعود المضاقات ديالين ونحس بأغذية ونأخذها هتقول له صوم فما بالوك شهر ديال الصيام شهر الصيام الشرط الأكل يكون جيد يعيد إعادة برمجيات المضاق وعند الصيام يسترجع الجسم برمجياته البيولوجية كلها بما في ذلك المضاق والجميل أنها تنشط كل مستقبلات في القصر المضاقات الباليكستاتيف لكين في اللسان كما أن الصيام ينظف الأوعية الدموية عن طريق إعادة تنشيط الرض العصابي بين المستقبلات وبين الدماغ على مستوى اللسان ويتم تطوير وإعادة تطوير نظام القراءة على مستوى الجهاز العصابي أنت ميكا تاكور كندير قراءة كندير أمتاك بخيتاسيون كليتنا يا ليمونة كنقولك هادي ليمونة شنو درتنا درتنا قراءة درت أمتاك بخيتاسيون لهذاك الغذاء اللي خذيت وهيد شي كامل يتم عن طريق سبحان الله من عند الله ميكا تكون صايم كنشطو استاد الغدد على مستوى الليسان تحت الليسان استاد الغدد مش حال كيف يفرزو كيف يفرزو ان خلال النهار في الأيام العادية يطروا نص ديال اللعب لما تكون صايم بعض المرأة كيف يفرز احتل جوج يطروا شنو كيديرو سبحان الله يعني واحد الحكمة ربانية يتغسل الليسان والفم لا من البكتريات ولا من العديد من المشاكل على مستوى الفم في البكتريات زائد يتم تنشيط المستقبلات وانتا وانتا صايم للسان ديالك كيتغسل سبحان الله لأن اللعب ديالنا خصي الناس ليعرفو راح ماشي سائل عادي فيه أنزيم رات أنتي سيبتيك أنتي بكتريا وكيدير لعصابونيفيكاسيون شوف على الخميزة كتحطها في الفم ديالك كتحلل فيه ديزانزيم وبيتاليميكاسيون صايم موك الوالو ستاد الغوداد جوج سميتهم لليبباروتيد جوج سميتهم لسبلنغوال يعني على مستوى عالي لسم كيفرز تقريبا جوج يترون دوباروتيد دوسم اقسلع دوسبلنغوال يعني ستاد الغوداد كيفرزنا جوج يترون لبباروتيد لسم اقسلع لسبلنغوال هدوما كيعطيونا جوج يترون هاد جوج يترون دللعاب تقوم بشكل بسيط بغسل الفم ديالنا كامل واللسان ديالنا كامل وتعيد البرمجة وتعيد تنظيف الشعرات الدموية وتعيد قراءة ورفع نظام القراءة بين الجهاز العصبي والمستقبل على مستوى اللسان وبالتالي نعيد ترويض المضاق وكانولي وذك الساعة ما كانش بعشغي بالمالح والحلو كانولي كاناكل تفاحة كانحسب بالمضاق ديلها كانشرب قهيوة كانحسب بالمضاق ديلها كانشرب الشاي لان الشاي ميكتخذو بلا محلي كتحس بالمضاق ديل الشاي القهوة كذلك كانولي دك الساعة كتكون عندي واحد الكاتالوك كيكبر أما الناس لمولفين بالمالح والحلو والمضافات وهدي محصور وإلا ما كانش المايوناز ما يكنش إلا ما كانش المطارد ما يكنش إلا ما كانش الكاتشوب ما يكنش هاتش هذا إلا ما كانش لاصوس دير الصوجة ما يكنش في حين يقوم في إعادة البرمجة ديال هاد الكنيكسيون بين الدماغ وبين الليسان وبين الأنف من أجل إعادة إعطاء وإرجاع متعة الغداء للإنسان لأنك ما بدنا عن الحلقة غنسلوها المتعة مضمونة واللدة مضمونة وبالتالي ميمكش منه نحرمو الإنسان من متعة ديالأكل ومن اللدة ديالأكل فاستمتعوا بالأكل شرط أن الاستمتاع بالأكل ما يكون زوين يجي من مورا استمتاع بالصحة أما إلا استمتعنا بالأكل دون مبادئ صحية فهي متعة مؤقتة تاليها ما تاليها أمور لا تحمد عقبها مرحب إحنا أكيد مزالين معك أستاذ ومزالين مستمرين ومشكرا لكل هذه المعلومات سأدي تسمح لي أن تقوم مع فاسة القسير ونجعل نستقل لكم مستمعين خليكم معنا بباركة شكرا للمشاهدة